تسود حالة من الترقب في أحياء درع البلد المحاصرة من قبل النظام وميليشياته بعدما قدمت جانب الروسي لوفد اللجنة المركزية خريطة حلاً لوضع حد للأزمة التي افتعلها النظام السوري بعدما فرض حصاراً على الأهالي في إطار مسعيه لوضع يده بالقوة على كامل محافظة درع وتشير المعطيات إلى أن الخريطة لم تجد قبولاً من الأهالي بسبب تضمونها بندًا حول تسليم السلاح الموجود لدى المدافعين عن السكان في هذه الأحياء إضافة إلى تهجير من لا يقبل الخضوع لسلطة النظام ومن الواضح أن بنود خريطة الحل تصب في صالح النظام الذي يخوله الاتفاق بسط سيطرته على أحياء درع البلد وتهجير كل المعارضين الذين يشكلون خطراً عليه مع نشر حواجز لقواته وأجهزته الأمنية في هذه الأحياء ووفق الخريطة الروسية سيدخل النظام إلى أحياء درع البلد بكل مؤسساته مع عدم شمولها على أي بند يشير إلى انسحاب قوات النظام من محيط أحياء درع البلد وتوقعات بأن تنتشر عناصر الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات المحلية المرتبطة بالنظام داخل هذه الأحياء وفي الوقت الذي تسير فيه المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة انتهك النظام وقف إطلاق النار فقصفت قواته أحياء درع البلد بقذائف الدبابات والمضادات الأرضية والرشاشات الثقيلة كما قصفت بلدة صيدة وبلدة أم المياذ في ريف درع الشرقي وأطراف مدينة طفس بريف درع الشمالي الغربي بقذائف الهوم كما تحدث موقع تجمع أحرار حران عن أن مجموعات تابعة لفرع أمن الدولة دهمت منازل في مدينة الحرى وذلك بعد توجيه تهمة لمالكيها بتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية داخل وبالقرب من المدينة مصادر محلية أكدت كذلك حصول اشتباكات بين مسلحين محليين من أبناء درع البلد وقوات النظام على أطراف الأحياء المحاصرة فيها اشتركوا في القناة